تمضي الحكاية وفي طياتها العفر والناس تبهرها الأحداث والسيار يعاشق القصة الحسناء دون كم معين حرف أنيق فيضه غمر تنال من جنبه فكرا وموعظة كالدر يخرج من أصدافها درر كالدر يخرج من أصدافها درر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم والمساء صاحبنا اليوم ولد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بالصحابي كيف؟ كان صغيرا وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى وكان صغيرا فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ عنه فلا يعتبر صحابي إنما أبوه صحابي رضي الله عن صحابة رسول الله إنه أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه الرجل المبارك الذي أخذ القرآن من بعده وقد روى القرآن عن الصحابة وقد أخذت القرآن عنه أجيال أجيال متتابعة يقرؤون القرآن من سندي ربي عبد الرحمن رحمه الله يقول أخذت القرآن عن عثمان بن عفار رضي الله عنه وقرأت القرآن على يديه حتى تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة فسبحان الله اشتغل بأمور الناس والعامة وكذا الخلافة أمر ذقيل فقال له يا أبا عبد الرحمن إني قد شغلت وكان هو يعني ملازم له يعني ما هو يدرس بساعة في اليوم فالعصر رحنا الساعة في التحفيظ يرجع ملازمة الظل يطلب القرآن ملازمة الظل له فقال له يا أبا عبد الرحمن إني قد شغلت فاذهب إلى زيد بن ثابت يقول فذهبت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم أوصاني أيضا بزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين وكان زيد رضي الله عنه قد فرغ نفسه لذلك جلس في مسجد رسول الله يعلم الناس القرآن يقول فلازمته ثلاث عشرة سنة يحفظ القرآن يعني قد يتعجب الإنسان ثلاث عشرة سنة يحفظ نحن نعرف الناس يحفظون القرآن في سنة سنة ونص وبعض الناس بلغنا أنه يحفظ القرآن في ثمانين يوم بعض الناس بلغنا أنه يحفظ القرآن في أقل من ذلك ليش هذا العدد السنين هذه كيف يعني قال لم نكن نقرأ إلا عشر آيات هنا الحين العلة هنا السبب يقول عشر آيات نحفظها ونعلم ما فيها من الأحكام ونعمل بهن ثم ننتقل لما بعدها الله أكبر يقول فتعلمنا العلم والعمل وهذا كان ديدنهم هذا كان ديدنهم رضو الله عليهم ورحمهم الله القرآن كلام الله وتلاوته فيها أجر كونك تتلو القرآن في أجر لكن ليس كالمتدبر ليس كالذي يحرك به قلبه يعني ثلاث عشر سنة يحفظ يقول بعد ذلك انتقلت للكوفة ومكث فيها في المسجد يعلم الناس أربعين عاما أربعين سنة وهو جالس في المسجد طبعا كل يوم له موعد يعني مجلس يجلس فيه يعلم القرآن قيل له كيف صبرت كيف قدرت على ذلك أربعين سنة ما شغلت ما فترة الهمة من شغل ما تغير المسار هذا توفيق الله لعباده الصالحين يقول سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أجلسني هذا المجلس ما هو الحديث يا أبا عبد الرحمن قال سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه الله أكبر الله أكبر خيركم خيرية هذه الأمة في كتاب الله إن أردت السعادة والتوفيق والسداد والرشاد فلا تبعد عن كتاب الله والله من الخذلان يا إخوان من الخذلان أن يهتم الرجل نسأل الله العافية والسلام أن يهتم الرجل أو المرأة كذلك يعني إذا قلنا الرجل نقصد الجنس كامل الرجل والمرأة بشتى العلوم وشتى المعارف علوم التربية يهتم بعلوم التربية يهتم بعلوم الطب يهتم بعلوم كذا الآلة يهتم بعلوم ولا يهتم بالقرآن ويكون ما يحفظ القرآن ولا يعرف حتى يتلو القرآن قراءة صحيحة والله هذا من الخذلان أسأل الله العافية والسلامة أن يفني الإنسان عمره في الطب مثلا أو في الهندسة أو في كذا ولا يكن له نصيب من تعلم القرآن طبعاً نحن هنا في هذا المقام من هذه الكلمات لا نزهد في العلوم لا نزهد الناس في الطيب ولا نزهد الناس في الهندسة لكن نرغبهم في هذا الكتاب كتاب الله كلام الله بين أيدينا إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فاعلم أن الله يخاطبك الله يكلمك إذا استشعرت هذه المعاني واستشعرت هذا الفضل العظيم واستشعرت هذه المكانة أن تعرف أنه يوم القيامة يقال لصاحب القرآن اقرأ واصعد وارتقي فإن مكانك عند آخر آية كنت تتلوها لا إله إلا الله كم آية في القرآن من حفظها وتلاها وتدبر معانيها وكان من أهل القرآن نأل الدرجات العلاء أسأل الله نجعلنا وإياكم من آهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته سبحان الله وعلم القرآن هذا وتعلم القرآن يرفع الرجل ويرفع المكانة عمر رضي الله عنه قدم يوما إلى مكة في خلافته وعندما من المدينة إلى مكة فعندما وصل إلى عسفان قريب من مكة وجد والي مكة قال كيف تترك مكة من جعلت على أهل الوادي قال فلان قال ومن فلان هذا قال مولى من الموالي مولى يعني إيش يعني ما هو أصلا يعني من الأحرار يعني كان عبد ثم اعتق قال أتولي على أهل الوادي مكة مولى من الموالي قال ولكنه يا أمير المؤمنين حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض وتوقف عمر وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين يرفع به في الدنيا والآخرة كيف يضع يرفع قد تكون معروفة لكن كيف يضع من أهمله من أهمل كتاب الله وهجر القرآن يخسر ويكون في مكانة يعني في الدنيا والآخرة في الخاسرين أصلا الله عافية والسلامة هذا أبو عبد الرحمن السلمي جلس في مصلاة أو جلس في مسجده أربعون عاماً يعلم القرآن فهنيئاً لكم يا معلم القرآن والله إني أغبطهم والله إني أغبطهم وأعرف كثير من الإخوة من فرغ نفسه لتعليم القرآن على كثرة المشاغل والمسؤوليات ويكون عندها أكثر من زوجة وأولاد وعمل والتزامات مشاغل الدنيا كثيرة ما في حد ما عنده شغل ومع هذا اقتطع وقتاً من يومه كل يوم من بعض صلة العصر إلى ذلك المغرب أو من بعد المغرب إلى العشاء لتعليم الشباب القرآن لتعليم أبناء المسلمين القرآن يخبرني أحدهم ويقول والله لمشت البركة ولا عرفت يعني حقيقة البركة إلا بعد أن جلست في حلقة التحفيظ وعلم الناس خيركم من تعلم القرآن وعلمه ابدأ من الليلة ابدأ من الساعة تعلم ولا تعجز استعم بالله احفظ القرآن حاول ابدأ أقلها يعني يكتب لك الله اجرى النية وإن علم الله صدق نيتك أعانك وسددك إن علم الله صدق نيتك أعانك وسددك ولا تعجل لا تستعجل يعني يذكر أن عمر رضي الله عنه مكث في سورة البقرة ثمان سنين هي الدعوة ممسابقة أنك تتخلص وكذا لا اخلص أعرف أنك الساعة هذه مأجور عليها لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف الحرف ولام حرف وميم حرف كلما قرأت الآية أنت مأجور كلما رددتها أنت مأجور كلما أعدتها أنت مأجور هذا هذا باب السعادة بوابة السعادة في الدنيا والآخرة كتاب الله علما وتعليما وإذا أردت أن تدخل في هذه الخيرية يعني هذه من الأفكار التي يعني اقتنصها الإنسان علم صغارك الفاتحة أكل شيء علمهم قصار السور أولادك الصغار عيالكم أخوانك حاول أن تقتنص هذه الفرصة أن تعلمه الفاتحة لعلك تدخل في هذه الخيرية خيركم من تعلم القرآن وعلمه أنت علمت الفاتحة وقرأتها ثم علمت هؤلاء الصغار يعني هذه من الأفكار يعني إذا ما استطعت أن تعلم القرآن كاملا لا تدعه كاملا لكن ابدا ابدا ولا تعجز يعني إن شاء الله بعد هذه الحلقة من بدأ في العام القادم إن شاء الله يتواصل معنا وقول بشركم ختمت نصف القرآن أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يدلون الناس على الخير ويعملون به وممن يفتح الله عليهم ويعين بهم وأسأل الله يجعلني وإياكم مفتاح خير مغلاق شر وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمضي الحكاية وفي طياتها العبر والناس تبهرها الأحداث والسيار يا عاشق القصة الحسناء دون كمو معين حرف أنيق فيضه غمر وفي طياتها العبر وفي طياتها العبر ترجمة نانسي قنقر